أول حاجة في هذا الكتاب نلاقي هذا الكتاب مطرابط جدا بمعنى أنه هذا الكتاب يتكلم كل الكتاب اللي كتبوه اتكتب أسفار كتير زي ما ذكرت وهذا الكتاب من سفر التكوين لغاية سفر الرؤية يتحدث عن موضوع واحد وهو خلاص وفداء الإنسان من الخطيئة والفداء الذي تم بيسوع المسيح فهذا الكتاب اختلف فيه طبعا لما نتكلم على عدد الكتاب اللي كتبوه حوالي 40 كاتب 40 شخص كتبوا أسفار في هذا الكتاب حوله 40 كاتب لم يروا بعض لأنه اختلف مكان الكتابة كل واحد كتب في المكان مثلا نلاقي أنه دانيال كتب وهو موجود في بابل في السبي في بابل أو في مملكة فارس نلاقي بولس كتب وهو في السجن في أوروبا نلاقي موسى كتب وهو في البرية في الصحراء لوأ كتب وهو لوأ كان طبيب غالبا كتب وهو في العيادة بتاعته ومؤرخ كان طبيب ومؤرخ ربما كتب في العيادة بتاعته هو موجود في أوروشاليم اختلف مكان الكتابة لكن الكل كتب على نفس الموضوع ويحنى في أفسوس يعني في ثلاث قارات تمام فاتكتب في ثلاث قارات في أوروبا وأسيا وأفريقيا فالكتب الموجودة هنا موجودة جمعات لكتاب كتبوها في أماكن بعيدة جدا عن بعضها وزمان الكتابة اتكتب في حقبة زمنية حوالي 1600 سنة علشان كده الناس اللي كتبت ما تقابلوش مع بعض علشان يعني يشوف كل واحد كتب ايه فالكتاب مش واحد نام وصحي وقال هذا هو كتاب الله أو واحد رح في خلوة ورجع وقال ربنا اداني كتاب لكن ده كتاب اتكتب من خلال ناس مختلفين في أماكن مختلفة على حقبة زمنية طويلة جدا 1600 سنة ومن حالات اجتماعية مختلفة يعني مثلا نلاقي عموس كالراجل جاني جميز وراحي غنم نلاقي سليمان كالراجل حكيم جدا وملك نلاقي بوليس راجل فيلسوف بوتروس راجل سياد متك الراجل أكاونتنت محاسب كل واحد باختلاف شخصيته وباختلاف العمل بتاعه كتب وكلهم كتبوا في نفس الموضوع في نفس الشخصية أو بتتمحور حول نفس الموضوع والشخصية تمام لغة الكتاب اللي تكتب بيها الكتاب المقدس تكتب على الأقل بثلاث لغات أو غالبا بثلاث لغات العبرية والقرمية واليونانية وبالرغم كده كلهم كتبوا في نفس الموضوع معظم كتبت الكتاب المقدس كانوا شهود للأحداث اللي حدثت ما كتبوش حاجة عن أمور حصلت قبل كده وهما معصرهاش لا بيكتب عن شهود عيان لأغلب الأحداث فنلاقي الكتاب المقدس مترابط بالرغم من كل هذه الأمور اللي المفروض يكون فيه يعني اختلافات شديدة وكبيرة لكنه مترابط ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة